إذن وصلنا لضيفنا طبعا رياضة الرماية مش كل حدا بعرفها صراحة أنا قبل ما أعرف هذا الشخص ما كنت أعرف شو هي رياضة الرماية ولكن رياضة الرماية في إلهاء نادي للرماية أكيد بتعرفوه نادي الرماية الملك الموجود بجنوب عمان وهذا الشخص يعني وصل إلى ملاكز متقدمة بالإنجازات على هاي اللعبة وخصوصا على المستوى العالمي منرحب بصديقي أول شي أحمد طربيشي مسأل خير مسأل خير أيوة هم غطانين بالله كيفك أحمد شو أخبارك على والله تمام كيف شايف النمزاج الأجواء أول مرة أنت على الراديو 100% أنت مالك التلفزيونات كل شوية ملاقيك في دقيقة هذا التلفزيون 100% بس ليش حطني بغرف الهال أنا ما أعرف هاي ما هو كانت أول بدي أعمل محكمة فخفت أنه الطيوف ينزعجوا أن أسألهم سؤال أسئلة محرجية عرفت على أي وأنا بتعرف بعمل دي جي وكذا كله مع بعضه فبقدرش أتركي وأجي جنبك يعني المناي أنه قعد سوا أيني شايفك على التلفزيون خلاص بمسي لها طيب أحمد طربيشي حكينا شوية عن حالك يعني أحكينا كمان كيفك بلشت وهي لعبة الرماية شو هي لعبة أو رياضة الرماية شو هي خلي اسمعوا المستمعين هلا أنا اسمي أحمد طربيشي لاعب منتخب الرماية رياضة التراب بالأحرى هلا رياضة الرماية شوي زي ما بتعرف مظلومة علميا زي ما حكيت أنت مش كتير ناس بتعرف هذا الإشي بتوقف مع حدا بتحكيله رماية ومعروف عنا سل قدم 100% يد كذا بس رماية ما برفوها بسير يقول لك غريب عنا منتخب رماية إحنا ليه لأنها شوي توقفت هاي لمدة 20 سنة صراحة الرياضة عنا ورجعت تقريبا بال2018 وإحنا كنا هذا هو المنتخب اللي تشكل تقريبا بشهر ثلاث 2018 أوكي يعني عارف انت هاي الفترة اللي قطعت خلص بتتبعد هذا الإشي عن الساحة خلص ببطل حدا يسمع بهاي الرياضة ما في إنجازات ما في ولا إشي لا محلي ولا دولي ولا إشي فخلص بتختفي هاي الرياضة هلا رجعنا بال2018 وعني عم نحاول نشتغل على هذا الموضوع وإنه نخلي الناس تعرف هاي الرياضة إنه نشرها طب قبل ما نروعه عن نادي أحمد خلينا نعرف كيف دخلت كيف حبيت هاي الرياضة كيف انجذبت ليلها يعني بالناس بتنجذب للسلة للقدم لليد ممكن لكمال الأسام يعني بس هاي يعني صعبة مش أي حدا بعملها مية بالمية هذا كمان إذا بتلاحز هلا إحنا الشباب الموجودين بالمنتخب أو اللي حتى عم بروحه عن هذه الرماية زي ما أنا بلشت معاي يعني كل آياتنا تقريبا نفس القصة أنا والدي كان برضو من الرما اللي هو قبل تقريبا العشرين شو اسم الوالد زكرني فيه زهير طربيشي حمد فجير تحية للاستاذ زهير مية بالمية أكيد اسمانا فهو كان ممرتديين نادي ومشاركوا من المباريات يعني بكل هاي الأمور اللي قبل ما يتوقف النادي فإحنا اعتدنا من إحنا أولاد صغار أنا وإخواني يعني دائما عم من روح النادي فلما ما قطعنا حتى لما توقف النادي ليش توقف النادي بس سؤال يعني هلأ صار شوية مشاكل كانت الميدين فيها صيانة مش صيانة يعني كانت أمور شوي أعرف المفروض إذا جواب دبلوما سمني حتى ضيف كم الماشي طيب هلأ رجعت هاي الرياضة بأنو سنة رجعوا افتتحوا الـ هلأ هي كانت بأحكي لك فاتحة للزوار كانت بس بطريقة يعني مش بروفيشنال عارف إنه خلاص بتيجي بتاخد هالباكيت بالفشك بالطخ بطريقة مش بروفيشنال يعني عشواعي على نوع صحن واحد إحنا لنا عم نرمي على صحون بسموهم أطباق صحون أوكي فما بيكون إشي بروفيشنال يعني خلاص لتسلاي بيجي هالواحد بطخهم بعشر دقائق وبروح ما في ما في نوع ممارسة رياضة اللي هي البروفيشنال اللي هي التراب والليسكيت اللي هي الرياضتين الأولمبييات أوكي فبعدين فتح النادي إمتى بالألفين وأربعة لأ هلا النادي فاتح من لا فتح جديد يعني كفريق آه في 2018 شهر جديد يعني خمسة سنين بس تقريبا آه جاء مدرب روسي الجنسية وطلب من الرمال اللي عم بيجوا على النادي يجوا يرموا قدامهم مشان يختاروا الفريق فكنت أنا وزملائي اللي موجودين معنا يعني يجينا رمينا اختارونا وبلشنا شغل على هذا الأساس يعني تقدر تحكي نقطة الزير انتالة بلشت من الصفر بالألفين وثمنتاش صراحة آه لأنه أنا رياضة الاتراب كانت ما يعني ما عمري رميت رياضة الاتراب هاي قبل حتى اسمها المسمعين اللي هي الفخ مش تراب يعني الساند نعم صحي تراب بالانجليزي اللي هي اللي كلمة معناها الفخ أو الحفرة اللي هي لأنه احنا رياضة والله هي فخ انا جربت على الفخ تعرفش من وين السحن بطير الاتراب بكون في حفرة في الأرض موجود فيها المكاين تقريبا 15 ماكنة على صوتك بتطلب الصحن ب SMP أنت ما تعرف اتجاهه سوى يمين شمال دغري سرعة الصحون تقريبيا هى حسب الزوايا بتتوزع سرعة الصحون تقريبا بالمي وعشر كيلو متر مية وخمسة مية وعشرة كيلو متر وهاي الجورة بعيدة محل ما انت اصلا بتكون واقف خمسة عشر متر اوكي فاتخيل ادي سيهل الموضوع